بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وسبعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علونا أمومة السدس فانتحاذينا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الباب في ميراث الجدة لما فرغ المؤلف من ذكر ميراث الأم وذكر ميراث الأب وذكر ميراث الجد شرع في بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة من قبل الأم كأم الأم وإن علت وأم الأب وأم الأب وإن علت وأم الجد وإن علت هذه الثلاث يريثنا السدس من انفردت منهن فهو لها وإن وجدت أكثر من جدة فإن اختلفنا في الدرجة فإن القربة تريث وتسقط البعدة وإن استوين في الدرجة فإنهن يشتركن فيه فالجدة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأبي أو من قبل أبي الأبي إنها تريث لأنها أم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس رواه أبو داود وأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس ومضى على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ذلك حكما ثابتا في أن الجدة تأخذ السدس وأنها تكون قد تكون من جهة واحدة من جهة الأم أو من جهة الأب وقد يكون عدد جدات من الجهتين ويأتي بيان هذا إن شاء الله نعم قال فإن تحاذين فبينهن نعم ومن قربت فلها وحدها إذا تحاذين يعني تساوينا في الدرجة مثل أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب فهذه ثلاث جدات متحاذيات في الدرجة فالسدس يكون بينهن بالسوية لأنهن تحاذين في الدرجة وتساوين في الاستحقاق فيشتركن فيه لكل واحدة ثلثه أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب يشتركن فيه فإن كانت إحداهن أقرب إلى الميت من الأخرى فإن القربة تسقط البعداء ويكون السلسل القريبة منهن كأم أم وأم أب فأم الأم أقرب وكذلك العكس لو كانت أم أب وأم أم أم فإن أم الأب أقرب منها فتسقط الجدها التي من جهة الأم لأنها أبعد منها نعم قال وترث أم الأب والجد معهما كمع العم نعم هذه مسألة انفردت بها الجدة وهي أنها ترث مع من أدلت به فأم الأب ترث وين وجد الأب مع أن الأب هو واسطتها فورثت مع من تدلي به لماذا؟ لأنها لا تأخذ نصيبه لا تأخذ نصيب الواسطة وإنما تأخذ نصيب الأم فلذلك الأب لا يحجبها وكذلك أم الجد لو كان الجد موجودا وأمه موجودة فإن أمه ترث السلس معه وإن كانت تدلي به لأنها لا تأخذ نصيبه والقاعدة أن الواسطة إنما تحجب من أدلا بها إذا كان هذا المدلي يأخذ نصيبها يعني نصيب الواسطة نعم أما إذا كان يأخذ نصيب غيرها فإنها لا تحجبه وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حي نعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السلس فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أمي أمي ولدهما وأم أمي أبيه إذا أدلت بقرابتين قرابة من جهة الأب هي جدة من قبل الأب وجدة أيضا من قبل الأم فإنها تلث بالقرابتين ثلثي السلس كما لو تزوج بنت عمته أو بنت خالته فإن جدته حينئذ تدلي بقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ ثلثي السلس نعم وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أمي أمه وأم أبي أبي يعني أنها تدلي من جهتين من جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ بالقرابتين حسن الله إليكم مثل لو كان له أخ من أم هو ابن عم فإنه يرث بالقرابتين فيأخذ السلس فرضا ويأخذ الباقي عصيبا نعم قال رحمه الله فصل والنصف فرض بنت وحدها هذا ميراث البنات البنات لا يخلون إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة فإن كانت واحدة فلها النصف قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأمثين فإن كانت واحدة فلها النصف نعم ثم هو لبنت ابن وحدها كذلك النصف يكون لبنت الإبن لأنها بنت في الحقيقة فالنصف يكون للبنت بنت الصلب ويكون أيضا لبنت الإبن وإن نزلت لأنها بنت في الحقيقة وتأخذه بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها وعدم المشارك لها وهو أختها لقوله تعالى وإن كانت واحدة هذا شر فلها النصف فمفهومه أنها إذا لم تكن واحدة فإنه يختلف الحكم فإن كان الذي معها أخ لها فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ لنثين وإن كان الذي معها مشارك لها وهي الأخت أو الأخوات فإنها تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين نعم ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها نعم ثم يكون النصف أيضا للأخت لأبوين كما في آية الكلالة في قوله تعالى يستفتونه ولله يفتيكم في الكلالة إن امرؤن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والأخت يشمل الأخت للأبوين والأخت للأب نعم والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر أما إذا كانت البنات أكثر من واحدة فلهن الثلثان قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولقوله في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك فالثلثان يكوناني للبنات ولبنات البنين وللأخوات للشقائق والأخوات لأب إذا اجتمعنا لهاتين الآيتين نعم قال إذا لم يعصبنا بذكر أما إذا كان معهن ذكر مع البنات ابن أو مع بنات الابن ابن أو ابن عم في درجتهن فإنهم يأخذون المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثين وإن كانوا إخوة الرجال ونسان فللذكر مثل حظ الأنثين هذا في الأخوة وفي وفي الأبناء قوله سبحانه يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإذا كان الأولاد مكونين من بنين وبنات فإنهم يكونون عصبة تكون البنات عصبة بالغير وكذلك الأخوات إذا كان معهن إخوة فإنهن يكون عصبة بالغير فيكون للذكر مثل حظ الأنثين نعم والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت نعم إذا كان عندنا بنت وبنت ابن فأكثر يعني فأكثر من بنت ابن فإن البنت العليا تأخذ النصف فرضها كما قال الله جل وعلا وإن كانت واحدة فلها النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين وهذا لقضاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين نعم ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما نعم إذا اجتمع أخت شقيقة وأخت لأب فإن الأخت الشقيقة تعطى النصف فرضها وله وله أخت فلها نصف ما ترى وتعطى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين نعم قال مع عدم معصب فيهما مع عدم معصب فيهما أي في المسألتين فتاخذ بنت الابن السدس مع البنت إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها فإن كان معها معصب فإن البنت تاخذ النصف والباقي يكون لأولاد الابن للذكر مثل حظ لأنتين تعصيبا وكذلك الأخت لأب تاخذ السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها لأب فإن كان معها معصب وهو أخ لأب فأكثر فإن الباقي يكون لهم تعصيب للذكر مثل حظ فتاخذ الشقيقة فرضها النصف وما بقي يكون للأخت والأخ لأب تعصيبا للذكر مثل حظ لذكر فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إلا معصب هن ذكر بإيزائهن نعم إذا كان بنات الصلب ثنتين فيكثر فإنهن يأخذن الثلثين وإذا كان هناك بنات بنين فإنهن يسقطن لاستكمال الثلثين إلا إذا كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا فيكون للبنتين الثلثان فرضا وما بقي لأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثين نعم قال إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن إذا احتجنا إليه نعم وكذا الأخوات من الأبي نعم مع الأخوات لأبوين وكذا وهذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير هذا ما يسمى بالتعصيب بالغير نعم وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إلا معصبهن أخوهن نعم فإذا أخذت الشقائق الثلثين سقطت الأخت الياب إلا أن يكون معها أخوها فإن الباقي يكون بعد الثلثين يكون لهم تعصيب جذ ذكر مثل حظ الأنثى وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغير نعم والأخت فأكثر تلذ بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد نعم والأخت فأكثر تلذ بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت نعم هذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير وهو أن الأخوات مع البنات معصبات فإذا كان هناك بنت وأخت شقيقة فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تعصيبا هذا تعصيب مع الغير ولو كان هناك بنتاني ولو كان هناك بنتاني وأخت شقيقة فللبنتين الثلثان فرضا والباقي للشقيقة تعصيبا تعصيبا فالأخوات سواء كنا شقائق أو كنا لأب فإنهن يأخذن ما بقي من البنت أو البنات من باب التعصيب مع الغير وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولهذا يقول الناظم والأخوات إن تكن بنات فإنهن معهن معصبات وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس هذا فرض لأخوة لأم الله سبحانه وتعالى قال وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أو إِمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أَوْ أَخٌ أَوْ أَخٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَارِكُ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فالإخوة لأم إن كان واحدا فله السدس فرضا وإن كانوا إثنين فأكثر فلهم الثلث فرضا نعم قال وَالَثْنَينِ فَأَزْيَدْ الثُلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أعيد العبارة قال وَالِذَكَرِي أَوْ الْأُنثَى مِنْ وَلَدِ الْأُمْ السُّدُسِ نعم سواء كان ولد الأم ذكرا أو أنثى فإن له السدس إذن فرض والإثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الثلث وشرك بينهم والتشريك التشريك يقتضي التسوية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في الحجب الحجب وما أدراك ما الحجب الحجب باب عظيم في الفرائض ولهذا يقول العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض الله أكبر لأنه إذا لم يعرف الحجب فإنه قد يورث من لا يستحق التوريث ويحجب من يستحق التوريث فيعطي غير المستحق ويحرم المستحق نتيجة لأنه لم يدرس باب الحجب ولم يتفقه فيه والحجب في اللغة المنع ومنه سمي الحاجب وهو البواب حاجبا لأنه يمنع من الدخول وأما عند الفراضيين فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حضيه فالحجب ينقسم إلى قسمين حجب حرمان وهذا معنى قوله من إرثه بالكلية أو من أوفر حضيه وهذا حجب النقصان فيحجبه من فرض أكثر إلى فرض أقل هذا هو الحجب لقسميه قال يسقط الأجداد بالأب نعم يسقط الأجداد آباء الأب بالأب لأنه أقرب منهم إلى الميت هنا اتحدوا في الجهة وهي الأبوة فيقدم الأقرب منهم وهو الأب والأبعد بالأقرب الأبعد من الأجداد بالأقرب من الأجداد نعم والجداد بالأم وتسقط الجداد بالأم إذا وجدت الأم فإن الجدة ليس لها نصيب لأنها مدلية بها ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا كان يأخذ نصيبها نعم وولد الإبن بالإبن ويسقط ولد الإبن بالإبن هذا الحجب في الفروع يسقط ولد الإبن بالإبن يعني بولد الصلب نعم وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأبوين وهو الأخ وهو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم يسقط بالإبن بالفرع الوارث يسقط بالفرع الوارث فالإخوة ليس لهم نصيب مع الفرع الذكر مع الفرع الذكر الوارث فإذا وجد ابن وأخ شقيق فالميراث للإبن الميراث للإبن لأنه أقدم منه جهة نعم بابن وابن ابن وابن والنظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعل فإذا وجد عصبة إذا وجد عصبة فإن كانوا من جهات متعددة فإن الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة وإن كانوا في جهة واحدة فإن الأقرب يسقط الأبعاد وإن كانوا من جهة واحدة وكلهم في القرب سواء فإن الأقوى يسقط الأضعف مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه نعم قال وَوَلَدُ الْأَبَوَيْن بِابْنٍ وَابْنٍ وَابْنٍ وَابْنِ وَابْنٍdf وبَابْنٍ يعني بالفرع الوارث بالفرع الوارث بالفرع بالفرع من الذكور الوارث يسقط الأخ بالفرع من الذكور الوارث سواء كان من ولد الصلب أو من أولاد البنين ثانيا يسقط بالأب فلا ميراث للأخوة مع الأب لأن الله سبحانه وتعالى إنما ورث الأخوة ما عدا موجود الأب قال وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وبالأخ لأبوين لأنه أقوى منه فإذا وجد أخ لأبوين وأخ لأب فإن الأخ للأبوين يقدم لأنه أقوى وولد الأم بالولد ويسقط ولد الأم الإخوة لأم يسقطون بالولد ذكرا كان أو أنثى ذكرا كان أو أنثى لأن الله إنما ورث الأخوة لأم في مسألة الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد فإذا وجد للميت أولاد ذكور أو إناث فإن الأخوة لأم لا يريثون نعم وبولد الإبن نعم كذلك لأن ولد الإبن فرع وارث وبالأب وأبيه ويسقط الأخوة لأم بالأب وأبيه لأن الكلالة لأنهم إنما يريثون في الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد نعم ويسقط به كل ابن أخ وعم يسقط به أي بالأخ الشقيق كل ابن أخ ويسقط به كل ابن أخ وعم وأقرب من العم نعم الآن السياق الشيخ يقول هو وولد الأبي بهم وبالأخ لأبوين نعم ماشي وولد الأب بهم لما ذكره بهم أي بالفروع بالفروع والذكر وبالأب بالفروع والأصول نعم وبالأخ لأبوين ثم قال وولد الأم بالولد نعم وبولد الأب نعم شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن استماعكم هذه في الختام تحية من زميلي عبدالله عليه في الحرب في هندسة الصوت حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة